الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم إني أسألك بالقرآن الكريم آية آية أن تحفظ الجزائر ولاية ولاية اللهم كما جعلت لمحنتها بداية اللهم اجعل لمحنتها نهاية يا رب العالمين إذا فيه اتصال فأنا أستمع السلام عليكم الشيخ شمس أهلا سيدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أين أنتم سيدي أنا أخي من بلاد الحرمين من أرض الحرمين من المملكة العربية السعودية الله ما شاء الله من أي جئة في المملكة من جدة الله أكبر ما شاء الله أهلا بكم سيدي الله أكبر أول شيء نقدم لك الشيخ شمس بالشكر الجزيل على الحلقات هذه وبركات الحمد لله الذي يستفيدوني منها كثير ناس وجعلها إن شاء الله في موازين حسناتك آمين يا رب العالمين أنا طبعا سيدي جدا بالاتصال ببلد المليون شهيد ببلد العبطال ببلد العلماء الحمد لله نسأل الله ونسأل الله نزيح الغمة بإذن الله آمين يا رب العالمين عندي سؤالي شخ شمس الله يكرمك بخصوص الآن إذا كما تعلم التغيرات اللي حدث في الأمة الإسلامية كاملة فما هي نصحتكم لعموم المسلمين بالتعامل مع الأحداث الحالية شكرا شكرا سيدي وجزاكم الله خير وسلمني على أهلك وناسك وأحبابك إن شاء الله أولا أنت تسألني على نصيحتي للأمة ويعلم الله أنني أنا لا أرى نفسي يعني في مقام من ينصح الأمة بل أنا أرى أنني في مقام من ينصح وفي مقام من يبحث عن النصيحة ولكن كما يقال يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر أنا لا أنصح بأكثر مما نصح به النبي صلى الله عليه وسلم أمته لما قال لها عليكم بسنة وسنة الخلفاء راشدين من بعد عظوا عليها بالنواجد وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تأخذ كلها يعني السنة على المستوى السياسي السنة في الاقتصاد السنة في الاجتماع المحافظة على السنة داخل الأسرة المحافظة على السنة في التجارة المحافظة على السنة في التبادلات الدولية المحافظة على السنة في المسجد يعني بعض الناس يختزل المحافظة على السنة في الصلاة مثلا وهو لا يعلم أن السنة هناك سنة في المال وهناك سنة في الجوار وهناك سنة في السياسة وفي العدل وفي القضاء الإسلام دين شامل إن الدين عند الله الإسلام هذه الوصية الوصية أن نحافظ على هذا الإسلام والمحافظة على الإسلام ليست هي أن نقول نحن نحافظ على الإسلام وإنما أن نعمل به العمل بالإسلام ليس الكلام ليس الكلام الكلام وإنما لابد من العمل هل تسمعني سيدي؟ أنا أريدك أن تتكلم لأنك إذا تكلمت فأنا يعني أشم من كلامك رائحة المدينة المنورة ورائحة الكعبة والحرامين والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أخبرني أخبارك كيف أنت وكيف الحمد لله نحن نعم بأفضل حال الحمد لله ونعم بالاستقرار الحمد لله في أحسن حالي شكل وعرفني بإسمك اسمي هاني سالم الحمد لله الأخ هاني سالم وأنت بخير وتعمل الحمد لله أعمل بشكل جيد الحمد لله والأمور جيدة جدا ممتازة عندنا من أفضل إلى أفضل الحمد لله والله الحمد لله أسأل الله أن يكرمك وأن يزيدك وأن يعطيك من فضله وأنا أوصيك إن شاء الله إذا ذهبت إلى الكعبة أو إلى المدينة أو إلى الحرامين أدعو الله لهذه الأمة فإن الدعاء إن شاء الله في تلك الأماكن وتلك المواقع وفي الأزمن الشريفة مستجاب إن شاء الله والله يختم سحنا ندعو الأمة الإسلامية بالكامل وأن نسأل الله أن ينعم على جميع الأمة الإسلامية بالخير والرخاء والعافية والاستقرار والأمن ونزيح الغمة ونزيح الكربة عن جميع أمة محمد إن شاء الله ما هي إلا محنة وستزول إن شاء الله والله يشفر بذلاء وراء كل محنة بذلاء منحة من رب العالمين لهذه الأمة آمين إن شاء الله آمين إن شاء الله إذن الجواب على سؤالك أننا نوصي بعضنا بعض بزيادة تمسك بالإسلام كلما تمسكنا بالإسلام أكثر كلما زالت هذه الغمة وهذه المحنة كلما ابتعدنا عن الإسلام أكثر كلما زادت المحنة وزادت الغمة هل أنت معي سيدي؟ معاكم جزاكم الله خير على إجابتكم يا شخص وفقكم الله آمين سلامي لجميع الشعب الجزائر شكرا شكرا جزيلا شكرا على الاتصال شكرا جزيلا يعني الجواب على الآخ السائل من السعودية الحل ما ناخذوش الإسلام بالقطرة بالقطرة لا لا ناخذه كله أني نمثل باش تفهمه وقع إيسان أو يأكل حميصة يغيذك يغيذك آه مسكنا ولا لا نجيب له أنا فخد تعال خروف بصح جيفة لا لا يأكل حميصة أخيها خليني نأكل الفول والعدس واللوبي أحلال ولا تجيب لي الحمد على الجيفة فهمت كيفا؟ الله عمر داركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة